الموضوع حاليا بالحرفيين الخدام والثمان الذي يستحق السؤال المطروح كيف نخلص الخدام بـ 50 درهم و 100 درهم و 150 درهم الخلاصة كل خدمه يجب عليك طبعا على حسب الجهد الذي يدير مثلا بلومبي او بناي او قباس الى اخره الخدام بلومبي يحفر الدالة يشد الماكينة يماطي لك البياس الى اخره والبناي يخلط الكاياس والعجنة ديال المرتوب يطلع السيماء يماطي المادري والبلانش الى اخره القباس مثلا يخلط القبص يحفر الحيط ملو السخ يطلع الخناش ديال القبص الى اخره هادو كلهم اعمال شقة ومتعبة وفي الاخير والله ما غادي تعطيهم حقهم طبعا الله يسمح لنا منهم والسؤال المطروح شحالي يستهل الخدام في الخلاص دياله مع ها التامارة اللي كيدرب انا تعلمت وضرب التامارة بـ 40 درهم وما عمرني سولت علاش ما نتخلص بـ 100 درهم كنت كنشوف المعلم ديالي كيتخلص مزيان وكنقوله كنشوف الى خسرت مثلا ديقاجور غنقول لي ديقاجور تحرقات بكل بولوده او الدوزان توضر الى اخره طبيعة الحال هو طبيعة الحال هو غيمشي شريه وما غادش يغرمو ليه حينت ما نقدرش نغرمو ليه طبعا صعب الحال واذا مثلا ترسد شي سانيتر وقعت ليه فتحت طنوبيل طحلا فابو ترس ما قلش ليه غدتخلصه والله العظيم وانا كنظن قعل حرافيين بحال المعلم ديالي ورجع ده بس سؤال مهم علاش نخلص المتعلم ديالي بـ 8 اقل مشي حينت كنعطيه 8 اقل لا حسب جود او لا حينت هو متعلم او لا انا بغير ربح لا انا كنظن بانه ومنك تعطيت المتعلم ديالك وحتى 8 اقل كما وقعت لي انا وفهمت علاش كنت تعطي المتعلم 8 اقل بحال مرتلا إذا كنت تخلص المتعلم 100 درم او 150 درم النهار سيأتي يخدم معك وبغير غير يتسربس يعني مشي غير يتسربس كما يقال يعني بغير يسلط عليك لا غير غير يدوز النهار ديالي ويمشي ما غير يبغي ياخد الحرفة انا اعود لكم القاسة ديالي انا كيفاش تبدأ تعلمت تعلمت بـ 40 درم عندما استقالي بين 1 شهرين او 3 اشهر المعلم ديالي شافني بانني كن بغير الحرفة ديالي وشاف عندي تقدم يعني كيفاش كان مدليه قبل ما يقول شي حاجة كان مدليه عرفت البياس كان عرف انت سيطرون شيئ مزيان زادني 10 درم والتي كانت تخلص بـ 50 درم داس او 2 او 1 مدة شجعني او 2 او 2 زادني 10 درم اخرى والتي كانت تخلص بـ 20 درم النهار والتي كانت تشوف افهمت بانه إذا كنت تعطي وحد الخدمة وحد العمل اللي ممتاز وكان بيلم المعلم ديالي بانني بغير الحرفة ديالي وبانه وكانت تحسن في الخدمة ديالي وبانني كان عاونه بزاف كيزيدني في التامن وبقيت بحلقة مرة 10 درم مرة 20 درم وغادي بحلقة اللي بغيت نقول والخلاصة ديالامر كل واحد يعطي الخدام ديالي وش حلقات علش قد حينت منك توقع الخاسر المعلم را هو لكي تدرر يعني هو لكي تقصح ما لتعلم شدو زينت ودرات شي حاجة تحرقات لي لارونش او قد يشريه ما قد يشغرم المتعلم ديالي وكندر ما كيش وعد يقدر يغرم المتعلم ديالي حينت لا غررم المتعلم ديالي حينت لا يقدر المتعلم ديالي ما يبقاش يجيه صافي يقول الله يعاوني يا شعدي هذا مشد عيني ولكن ما كيكون متعلم كيحب الحرفة وخاكت تعطي 8 اقل وهو بغي تعلم الحرفة انتك تحسن وبغي يعاونك من هنا القدام يعني مزيان تزيده في التامن وكي لا يزيده انا اقل المتعلم ديالي ميد درم وانتو مخوتي الحليفية اي حركة تعطي المتعلم ديالك سواء جمال حرفين سواء كان بني او تريسيان او بلومبي او ميكانيك او قباس اي حليفة يقول لي اي حركة تعطي المتعلم ديالي وماذا متافقين بالنسبة له والقصة اللي وقعت لي انا اخذت من هذه الفكرة وهذا الرأي ديالي الشخصي طبعا وكل واحده الرأي دياله وممكن تشاركونا ومرحبا بكم وكنتمنى ان الانسان يكون ذاكي وفهم الهضرة ديالي ولي بغي يسابني في التعليقات فحسنات جارية بالمجان تحياتي وكان احب بكم كاملين معكم موحاتي بلامبر